قلت لو دي انت مغربي وأنا مغربي انت غمرتي دخلتي وحلنا بنك مغربي واشح بغيت انتردد لنا الفرنسيس الفرنسيين اللي كي يدفعوا في المصلحة لبلادي مرحبا بيهم والفرنسي اللي بغي يغبني ناش بنا مشاهدين الأعزاء أهلنا بكم سعداء بتجدد تواصلنا معكم وبتواصل حوارنا مع الأستاذ سهيل عبد الواحد أحد القيادة التاريخية لحزب التقدم والاشتراكية أستاذ سهيل انخرط وهو الشاب في الحزب الشيوعي مغربي عاش تحول هذا الحزب إلى اسم حزب التحرر والاشتراكية ثم حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب مساره النضالي درس الاقتصاد ثم تدرج في القطاع البنكي إلى أن أصبح رئيس مدير عام للقرض العقاري والسياحي كان وزيرا للشغل والتكوين المهني في حكومة عبدالله بن كيران إضافة إلى ذلك هو واحد من الاقتصاديين المغاربة من شهود لهم في الكفاءة العالية مرحبا بك الأستاذ سهيل عبد الواحد هذه الحلقة الخامسة في حوارنا معك تحددتنا في الحلقات السابقة عن مرورك من القرض العقاري والسياحي كرئيس مدير عام والمشاكل التي كانت تخبط في هذه المؤسسة ضمن هذه المشاكل استرداد ديون من الفنادق والتي وصلت معها أحياناً من المحاكم ماذا جرى بالضبط؟ أول كان إدارة قانونية ديون المؤسسة واحد العدد ديون المحامين اللي كي يشتغلوا مع القرض العقاري والسياحي قبل ما نجي هنا كانت تبدأوا واحدة ديون الإجراءات ديون المتابعة وماشي غير كاين منعيشين عقاريين كذلك فيهم منعيشين عقاريين خواص اللي حبما تحرقلوا المشاريع ديونهم ولا وقعوا فيهم مشاكل قطاع العام كذلك ذاك الوقت كانوا ذاك اللي كي يسميهم لزيرك المؤسسات الجهوية ديال آميناجمون اللي كتعمل كانت كتبني اللي أصبحوا اليوم هما العمران؟ الجاء العمران جمعاتهم تماماً يعني تهيك أنت عندها بعض الصعوبات في بعض المدن في بعض المشاريع إذن هذا العمل العادي ديال السياح هو يشتغل مع هدل مع هدل القطاعين اللي هما القطاعين الأساسيين في البداية ديال الحياة إذن كتكون عندهم المتابعات واللي نسيت من قولوا لك وهو أن القرض العقاري الصحيح عنده بعض الامتيازات القانونية مثلاً أنت يمكن له بقرار من المحكمة ياخد تسير ديال واحد الفندق ويبدأ يدخل في المداخل اللي لك الفندق ما يسترده به ديونا وهذا بمتياز لعطيه القرض العقاري الصفة القانونية فإذن كنا القناح راسنا في أمام هذه الحالات ثم بعض الملفات الكبار اللي كانوا قدامنا حاكم طبعاً من اللي كتتمسي للمحكمة كتطلب بالحق دياليك الجهة المقابلة كتسوف أو لما كتعترفش لك بالقيمة ديال ذاك القرض اللي عطيتيهم أو لا تقول لك باللي راها خلصت إلى آخره فكيطول العملية ديال المحاكمة وطبعاً فيها المرتبة اللولى وفيها الاستيناف وفيها المجليس الأعلى يعني أنت محتاج بالسترجاع أموالك في أقرب وقت ممكن ولكن تدخل في واحد سلسلة اللي هي ديال اللي كانت طول القوال وهذه صعوبة إضافية اللي لقيتها فيما يتعلق بالمعالجة ديال الملفات معناها في خواص لديهم كل هاد النفوذ وقادرين يواجهوا الدولة يعني كيف ما تقولوا الكوارية تلعبوا الوقت يعني تحاولوا يجرزروا كيف ما تقولوا المغاربة إلا أكثر ما يمكن وإلا تلقيتي مع واحد من النظام اللي هو اللي عندنا قضائي متراك من عليه المشاكين وربما تعتبر بهذه هذا ملف بحل عشرات ولا مئات الملفات اللي عنده وربما في بعض لقات كيطلب اختصاص ويطلب منك باش تاخد بعض الخبراء اللي تعمدوا لك وكتجيب واحد منك تجيب الخبرة ذاك الطرف اللي هو في المواجهة تجيب كونتر اكسبرتيز تجيب خبرة مضادة يعني عملية دي لتسويف معا واحد من نظام قضائي اللي هو كي يشتغل بالبط اللي كي يشتغل بها قاع الأضيبة شفتي وزير العدل فطلبت باش نشوف وزير العدل من اللي كنت اطلب باش نديرو الخطة للإنقاذ قلت باللي هاد هاد الجانب مهم وطلبت من الوزير دي لباليا ومن رئيس الحكومة باش وزير العدل انطلقها و باش نطرح أمامه هاد الإشكال يلي كتعرق العمل دينا دي الاسترداد وكنت شفت عمر عزيمان وحكيت له هاد الوضع حكيتها له وطلب مني باش نجي واجمع لي بعض الأطور دي الوزيرات العدل وشرحت ليهم الأمر وقلت ليهم باللي هادو هادو فلوس دي المغاربة فلوس دي المغاربة لأنه كان ضمانة دي الدولة خصوصا في القطاع دي الفندقي وباللي ما انا ما نبغيش فلوس المغاربة وكان نخلص بهم الدين على الناس اللي كان يمكنهم يخلصوا القرر العقاري والسياحي فيه ناس اللي كانت عندهم سوء نية في مدارك؟ انا متان عرفش بزاف الناس اللي اعزي عليهم يخلصوا الدين ديالهم وكتير الشي لكانوا عن سوء اما ما عندهمش اما ما مرادهمش يخلصوا الدين مع الاسف هاد الشي كان كي اللي كانوا ما بغينش يخلصوا؟ كي اللي ما بغاش يخلص كي اللي ما بغاش يخلص كي يخصك تخد ما يمكنك إلا تستعمل مع القانون تستعمل مع القانون هو تمشي للمحكمة وتحكم عليه المحكمة بأنه في حالة إفلاس وتبيع له الوطيل ودك الوقت غاواش غاك تلقى اللي يشتريمنا عندك الوطيل بالتامان اللي غادي يسترد به الديون وكتعرف اللي الحاجة اللي كتكون كتبعه في المحكم كي باش تي يجو حولها واحد العداد الناس اللي بغين يديوها بوالو ولا تقريبا بوالو يعني هذا هو البغريب اللي لازمنا نعيشه بعض الجوانب من هاد القضايا اللي كتوصل للمحكم وكتكون أمام الباب المسدود قلت لي أن من الملفات اللي كانت كان ملف قصر المؤتمرات اللي كان في ملكية مستثمر معروف السياة عبدالهادي كان عنده العالمي كان عنده كان من منعيشين ذاك الوقت في المجال للسياحة عمل المسهود لها من الوليد وعمل ذاك المشروع اللي هو في الواقع مغامرة واللي هو بانت الاستفادة دياله فيما بعد تراكمت عليه الديون تراكمت عليه الديون وكان فيها واحد جزء كبير ديال الفوائد طبيعة الحل دخل معا القرر العقاري والسياحي في واحد من نوع من في الاستيضام يعني الكنتانسيو طبعا كانت عنده طيبات قدروا نقوله حميمي هادك حلا ولو هادك ما بغيش ارخيه ما بغيش اعطيه الاخيره ولكن ما كانش ما كانش الحل وواحد العداد ديال اللي نصدروا به منهم اكور البشموعة الفرنسية ايه البشموعة الفرنسية اللي كانوا قالوا قالوا له على انهم غادي يمكن يحلوا المشكيل معه في نهاية المنطف اه تفقنا مع مع السعب الهدي على اساس انه كان كان كي ما تيعترش بالدين تيقول تيبسل المحكامة و تيقول هاد 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 الفوائد اللي حاسبين عليها ماشي صحيحها ماشي فيها نقاش الاخيره طبعا كانت المحكامة كانت تعين الخبراء الاخيره وتعود الوقت تيضع جميلة الخبراء بانا الجروب اكور كان بغاية ياخد الوطيل ويعطيها اقلية وقالوا له بليه هما غادي غادي يحلوا المشكيل مع السياج اه من بعد كان اتصال بسي كان اتصال بيا من عند السيعة عزيز العالمي اللي كان رئيس مدير عام ديال البنك التجاري المغربي انا داك اللي ولا دابة تجاري وفا بانك وقال لي فلان شو ما عليك ما عمرك شفتي السيعة بلادي بلت له انا عمر السيعة بلادي ما بغاية يشوفني ونما دا بيا نشوفه تلقينا تفاهمنا السيعة بلادي كل شيء ممكن تعترف لنا بالدين وللقى والحل انا داك اه اه انا ناس اللي خبراء من عندو ومن عندي ويفحصوا الحسابات كلها ولا تفقوا على داك شي اللي تفقوا عليه غادي غادي في نهاية المطاف بعد هذه العملية السيعة بلادي اعترف بالدين قال لي فعلا تكشي ديالكم ولا لون عندي اقتراح لك اعترف من الدين غادي ندخلوه في رسمالة ديال غادي ناخدو التولوتين السياش وغادي يبقى لك انت التولوت وغادي نلقصوه من الدين على السياش ام على قصر المؤتمرات وانتو كلوا على الله يخدم وبلاشك غادي ينتاعش ويمكن لو يخلص الدين يرد الدين للسياش وده كل وقت اتفقنا على هاد الامر هادا وحسمنا ودرناه قدام النوتير الى اخيره فعلا هكذا انقضنا القصر المؤتمرات من بعد واحد العدد ديال السينين تم استرداد الديون اللي كانت على السياش السياش باعوا لا سي دي جي وجاب الله تي سير ربح فيه الفلوس وربما هذه من اهم العمليات اللي كانت في المصار ديالي لف السياش وربما المصار ديالي فيها اسماء اخرى اللي وصلتم مع هالحلول بعض الحلول ديال يعادة الجدولة ديال تطويل المدى ديال بحال هكذا اللي استمر هنا فيها من بعد ما بمشيت طرف من الفارق اللي يشتغل معايا لان انا من اللي جي جبت معايا فارق اللي يخدم معايا الى جانب الاطور اللي يقيت في السياش يعني ما دحيت حتى واحد بقوا الناس كيف ما هوا ما وخدمت معاهم ولكن يجبت فارق ديالي لاننا كان خصنا ندخلو العقلية جديدة لوصل المؤسسة ووقينا صعوبات ولكن ربي جاب تي سير من ليجا السيلعلج استمر في الطريق وابقوا معايا الناس اللي خدموا معايا والحمد لله الحالة ديال السياش اليوم تم بعد ما جاءوا الخريط وقوا ها واقف على رجلية ويتطور كانت من له كل خير قلت لي ان مجموعة اكور كانت تريد الاستيلاء على عدد من الفلاديق وانها كانت بغى تستغل الازمة هما جاءوا للمغرب باش ياخدوا احد العدد ديال الفلاديق كانوا داكل وقت ما يعني جاءوا على اساس انهم هما اكبر مجموعة في العالم وانهم عندهم خبرة واتفقوا معا المكتب ديال السيكات الحديدية اللي كانوا عنده بعض الفناديق اتفقوا معا بعض الخواص وعملوا الواحد العدد ديال الوطيلات اكور وكانوا طبعا قصر المؤتمرات في مراكش داكل الوقت يعني كان من غير البستثناء المامونية ما كان الشي اوطيل اللي عندو ديك المواصلات اللي هو اليوم تبارك الله من ركش عندها اوطيلات من ارفع طراز واجمل طراز اللي موجوده وتطور ديالها الحمد لله على احسن نيورا قصر المؤتمرات كانوا يشيل لعبهم طبعا كان هو الكبير وعندو قصر المؤتمرات لان الفكرة ديال بس تجعل من مراكش مدينة ديال اليفنمونسي ديال المؤتمرات فكرة دا جات من رأس مغريبي من ديال عبد الهدي العالمي ولانه كان وان عشت المدينة عملاء بدلت الملامح ديال المدينة فطبيعة الحال اللي غادي جي ياخدو وياخدو فابور لانه اللي هادي ياخدو بلمي يخرج طفرانك من عندو يجي بسميتو فلا يمكن إبلا يطمع فادي الحال هادي قدرت يتقنع عبد الهدي العالمي وتفشل الخطة ديال الأكورد ديال المعنى ديال الفرنسيين اقتلود دي انت مغربي وانا مغربي انت غمرتي ودخلتي وحنا بنك مغربي واش بغيت انترزلين على الفرنسيس الفرنسيين انتقموا منك فيما بعد؟ انا مانعرف فرنسيين واش انتقموا مني ولا مانتقموا منش انا ما عندي علاقة بيهم انا 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 الفرنسيين اللي كي يدفعوا في المصلحة لبلادي مرحبا بيهم والفرنسي اللي بغي يغبرني انا اش ببيني قلت لي انها بعد ثلاث سنوات سيتم اعفاؤك الوزير المالية وزير المالية اللي تم خبرني بالاعفاء ديالي فتح الله والعلو كنت انا ذاك النهار في الصباح كنت كان عندي مجلس اداري لان كنا مساهمين في البنك الشعبي وكنت حاضر فيه انا وانا كان قلس حداياس دي خاليد القاديري اللي هو كان مدير عام ديال صندوق الادعات وحضرنا الاجتماع وطلبت من خاليد قلت له اجيب ما تبشت يلا تقدم معي قل لي لا عندي شي شخال غالتنمشي لاخري من بعد فشي الجوج عايت لي في التليفون يفتح الله قال لي بس اش خبار قال لي السيدناس قبل اليوم المدير جديد قبل العقاري والسياحي قلت له وفي نعمة ما فعله سيدنا والله يعونوا والله يجزيب قل لي واشوه قلت عرف الصدقة اللي بنتنا قلت له انا قلت عرفك على اليوم افتح الله احنا من زمان من اللي كنا طالبة و احنا كانت عرفوه و سيدنا اخذها بنرجك القرار المناسب و انا مشي نقلب على راسي انت في السابق كنتي في البيمسيو انت قدام في البيمسيو قشن مفروض ترجع ليها هاد المشكلة هاد المسألة ما تمش اللي بت فيها لانا حكيت لك الظروف اللي اللي فيها تسميت و انا انا ليلة اللي من اللي عايطول يقول لي سيدنا غالي يستقبلك قبلها و خس كتجي في ساعة الفلانية قلت السيعتمان بن جلون السيعتمان بلاشك انه في متل استيشارة معاك و في علمك انه جلالة المالك بغاني نكون في السياش قل لي ايه قلت له وش نرعيك قل لي ايه كيف ما كيفاش يمكنين جاوب زلالة المالك ما يمكنين الا عن قبل قلت له على كل حالة نرى الامور ديال الخطة بالنسبة للسنة المقبلة راهها في الظينة راهها مهيئة راهها من الاشارة وانا راهها من الاشارة ديالك الاخر عمل لي حفلة اللي حضر فيها الرئيس المدير اللي عام الحاجة عبد المجيد واحد العدد ديال الزملاء اللي كانوا تم خلي خطاب وعمل خطاب وعمل نجلود كذلك كان ذاك شي مؤتر والسياج جاقبلت لا بيمس في شارع الحسان التالي يعني كاتمشي واحد لعشرين متر وكاتدوزل كاتدوزل مني اخرى معناه مشيتي على رجلي نعم مشيت على رجلي مني هنا ولكن ما اتفقتش انا ذاك الوقت مشيت غرقت في المشاكين اللي تكلمت لك عليها من قبيلة ما فكرتش معه مع السي بتجلون نقول له ما العمل يعني شنها موضوع واش غادي نمشي ديتاشي الاستعارة ولا غادي غادي نمشي فحالي واش غادي نمشي نمشي التقعود المبكير نهائي ما هضرناش في هذا الموضوع مشيت تنخدم ما عودش فكرت في لا بيمسو نهائي مني ما بقيتش في السياج ولا بيمسو كانت عضوها في المجلس الإداري ديال السياج مني ساليت من هاداك الشي انتصلت بالساعة بالمجيد كتبت له سي عطمان كتبت له رسالة كتبت له المهمة ديالي انتهت في السياج ودبا بغيت معرف نتلقها بيك باش نشوفه كيفاش المستقبل الوضع ديالي في العلاقاتي مع الابيمسو بعد شهرين قلي اجي عندي مشيت لعنده شهرين بزافلة هذا اول ساعة 8 شغول وأنا كان صبر الحمدلله كان عندي منا كل ذاك الوقت لم أموت جوعا مشيت لعنده تناقشنا قلي خليلي على الوقت باش نفكر كان ذاك الوقت انا خرجت في فبري واقل استقبني في مي بو دا الصيف من بعد كانت سناه الإشارة ما جيتش عود كتبت له رسالة قلت كان قلو فيها باللي نبغي نتلقها باش أنا بغي نعرف راسي اش غادي اش هادي ندير من بعد استقبني و قلت له الساعة الساعة 8 شنو والعمل قل يا احنا ممكن الناس نكونوا بزوجد الرؤاسة في هاد البنكة قلت له انا بكين زوجد الرؤاسة كانت في رئيس انا كنتمو الضف هادي كنتمو دير عام قلت له لكني لابغي نمسي وصلت للسين ديال خمسة وخمسين سنة كاي الإمكانية ديال باش نمشي التقاعد المبكير وكاينا اتفاقية جماعية اللي كاتش ملقا عالموظفين ديال البنك وعندي الحق باش ناخد تقاعد خلي وخا ولكن مايمكن ليش نعطيك نعطيك الأجراء اللي متفقد عليها فاسمتو يعني في عوات ثلاث سنين للعجراء غادي نعطيك سنتين قلت له مبارك مسعود يعني المهم انك تعترف ان لك دين عندي وكدا كان على المستوى النفسي انت دوزتي حيات كلها في هاد البنكة دا ما بقاتش البنكة اللي دوزت فيها كانت بنكة كنتي رقمتين دوزت فيها ايا ما كين مشكيل انا دوزتها ولازلت افتخي كنتي كنت تنتظر ان هذه البنكات تتعامل معك بتقدير اكبر؟ انا كبرت انا كبرت فلا بيمسيوه اللي كانت فيها ثقافة ديال مؤسسة وطنية وديال انها تعترف لكل احدين بما قدم طبعا نرازل درليح في لا تستيقبال يعني انا تنعثى الله يربح الله الحمد لله شكرا جزيلا للأستاذ سهيل عبد الواحد ونوصل حوال منعك لحلقتين قادمة